صباح الخير يا ثاني يعطيكم العافية حبايبي اليوم رح نتابع درس القسمة كتوزيع بالتساوي افتح لكتابك صفحة 74 تحدثنا سابقا يا ثاني عن مفهوم القسمة وحكينا انه هي عملية توزيع العناصر الى مجموعات بالتساوي اذا هي عملية توزيع العناصر الى مجموعات بالتساوي رح اقرأ المثال بالفتاب يا ثاني لدى زيدين ثلاثة كرات اراد ان يوزعها على ثلاثة صناديق بالتساوي فكم كرة يضع في كل صندوق طيب زيد يا ثاني كم كرة عنده عنده ثلاث كراتيهم واحدة ثنتين ثلاثة هذون الثلاث كرات بده يوزعهم على صناديق شايفينها هاي هي الصناديق هاي هي صناديق يا ثاني كم صندوق عنده عنده يا ميس ثلاث صناديق طيب كيف بده يوزعهم هاي الثلاث صناديق ماشي رح يحط كرة بالصندوق الاول يحط الكرة بالصندوق الثاني يحط الكرة الثالثة بالصندوق الثالث هيك خلصوا الكرات تمام يا ثاني طيب طيب هلأ كيف بدنا نمثل هذا السؤال على شكل قسمة مقسوم عليه ومقسوم وناتج القسمة طيب هلأ حكينا بالمربع الأول يا ثاني هو عدد العناصر اللي بدنا نوزحها يعني أنا كم عندي كرة بدي أوزحها كم كرة عنده زيت عنده ثلاثة وحط ثلاثة تقسيم طيب ثلاث كرات هاي على كم صندوق بدي أوزحهم والله يا ميسي ثلاث كرات هذول اللي بنحكي عنهم بدنا نوزحهم هاي إشارة القسمة على ثلاث صناديق طيب لما وزعناهم على صناديق كل صندوق كم طلع فيه ميس طلع فيه كرة واحدة إذن بحط واحد إذن في كل صندوق رح يكون عندك كرة واحدة تمام يا ثاني طيب هلأ في كل صندوق يساوي واحد كرة واحدة طيب هلأ نيجي للسؤال الثاني أحضرت غادة لوالدتها باقة فيها تسع زهرات باقة يا ثاني يعني مجموعة باقة يعني مجموعة فيها تسع زهرات ماشي فوزعتها والدتها في ثلاث مزهريات بالتساوي شايفين كلمة بالتساوي يا ثاني بالتساوي فكم زهرة وضعت في كل مزهرية طيب هاي المزهرية الأولى هاي المزهرية الثانية وهي المزهرية الثالثة مس ليش ثلاث مزهريات لأنه أمها لغادة وزعتهم بس في ثلاث مزهريات وزعت الزهرات على ثلاث مزهريات طيب التسع زهرات هذولا خلينا نوزحهم يا ثاني حطت أمها لغادة ثلاث وردات هون وثلاث وردات هون وثلاث وردات هون هيك يا ثاني خلصوا التسع زهرات هم التسع وزعناهم هون هاي هم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هاي هم تسع زهرات وزعناهم على ثلاث مزهريات في كل مزهرية كم وضعت خلينا نشوف واحد اثنين ثلاث إذن في كل مزهرية وضعت ثلاثة زهرات طيب مثلولي إياها بجملة قسمة كيف يا ثاني حكينا العدد اللي هون عدد العناصر جميعها أو العناصر اللي إحنا بدنا نوزحها أو العناصر اللي إحنا بدنا نوزحها كم في عنا عناصر بدنا نوزحها يا ثاني عنا التسعة طيب هالتسع زهرات على أكم من مجموعة وزعناهم ها شايفين إشارة القسمة على أكم من مجموعة وزعناهم والله يمس وزعناهم على ثلاث مجموعات إذن بتحط ثلاثة تسعة تقسيم ثلاثة يساوي كم؟ ثلاثة بس من وين جبتي أنت هاي الثلاث؟ هاي الثاني عدد العناصر الموجودة في المجموعة الواحدة يساوي ثلاثة زهرات إذن تسعة تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثة تمام؟ نروح للصفحة البعدي هاي الثاني طيب إذا أردت أن توزع ثمانية تفاحات على أربعة أطباق بالتساوي فماذا تفعل؟ أطباق يساني يعني صحون صحون يساني صحن أطباق يعني لي الصحون طيب الثمن تفاحات هذول شايفين هم واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بدنا نوزحهم على أربع أطباق هلأ لما حكى توزع يعني بدك تنتبه أنت بدك توزع يا ثاني بالتساوي لازم نوزع بالتساوي عدد التفاحات اللي هون يساوي عدد التفاحات اللي هون ونفس العدد التفاحات اللي هون نفس عدد التفاحات اللي هون تمام يا ثاني؟ طيب خلينا نأخذ أول أربعة ماشي واحدة ثنتين ثلاثة أربعة هاي التفاحة الأولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة لسه ضايل كمان عندي هون بدي أوزحهم كلهم أنا هاي واحد ثنين ثلاثة أربعة يلا نوزحهم واحد ثنين ثلاثة أربعة